طيب هقولك على كلمتين حلوين قوي البوكة اللي بكيو بكون نهاردة كل زمالكاوي بيعبرلك قد إيه إن البطولة دي غالية قوى على الزمالك لعيدة الزمالك أنا يمكن قبل ما جيلك كنت في ستوديو في الراديو بعد ما ماتش خلص والحاكم صفر بأول حاجة عايز يفتح معها كلام مبروك أنا مش قادر أتكلم ببكي حتى عمقلب الموضوع وداخل على الضف الزميل معايا عمرو دسوقي وقاعد يتكلم معاه قال أنا عارف شعور الكابتن طريق السيد وشكبال عيط وزيزو عيط طيب هقولك على حاجة جامدة جدا كمان محدش من الجمهور اللي بيتفرج في التلفزيون شافها ولا ناس كتير قوي في المدرك شافتها قبل الماتش ما يبدأ زيزو بكى مع أغاني الجمهور بكى قبل الماتش ما يبدأ إحساس بالمسئولية كبير جدا كان موجود النهاردة في الماتش وفي الجيم إن اللعيبة النهاردة كلها ولعيب منهم يبكي قبل الماتش ده مؤشر عظيم جدا للفرقة اللي موجودة دلوقتي صح وده لازم يتحط في الحزبان بشكل كبير جدا من جمهور الزمالك تخيل إن أنا لعيب كرة عايز أخد بطولة وبسمع الجمهور قبل الماتش ما يبدأ وببكي صح حدث غريب لأ ويشيل المسئولية معلش يعني معلش لو لو قدر الله كان الزمالك خسر هزي البطولة آخر واحد كان هيلام في هزي البطولة زيزو مثلا إنه زيزو كان بيدي كل حاجة بكل الأوقات بالفعل يعني هو أكتر واحد شايل مسئولية وفي نفس الوقت هو ممكن ومعلش زمالك في الأصل مش هيشايله أي مسئولية ولا أي حاجة حسطاً كمان إن كابتن النادي أسطورة النادي غايب أم فأنا إحساسي الداخلي إنه هو عايز يقول للجمهور أنتوا لازم النهاردة تفرحوا بأي شكل بأي وضع أنا في لقطات بشوفها أنا مش بخص زيزو تيم كله بصراحة وبس أنا يمكن مركز شوية مع عزيزو في حاجات فلقطات صغيرة عشان كده بقول لك هو بكى قبل الماتش دي حاجة في حاجة كمان مهمة أوشة ودائما بقولها أي نادي في الدنيا جمهوره عظيم أي نادي في الدنيا في مصر برا مصر في أي حتة في أوروبا في ميكا اللاتينية في كل حتة بس جمهور النادي الزمالك تحديداً حظه وحبه النادي الزمالك إنه هو مضطر آسفاً يخش في كثير من الأزمات والمشاكل والحوارات والزعلة الكتير ومشكلة في الإدارة ومشكلة في جايز فني ولعيب مدايق ولعيب زعلان ولعيب مبسوط ورغم كده الجمهور دا استثنائك في إيه بقى لأ أنا كده كده مع الفرقة ما تليش مثلا واحد من جمهور الزمالك حتى في علاقاتنا الشخصية مع أصدقانا يعني تليه ما سيقول لك إيه يا عم لأ أنا هبطلتش جايز زمالك لا بيتش حب الزمالك تب يحب الزمالك أكتر صح كده بالزبط ما لووش مثلا أولا همي تب أنت مستحمل لا يا عم أنا زمالكاوي هبطلت زمالكاوي طول عمري لا وكمان هقول لك على حاجة قد إيه ليه برضو البطولة دي غالية لأنها ولدت من رحم المعاناة صح بجد انت خرجت انت يمكن ذكرت في الإنترو بتاعك ان الزمالك خرج من البطولة فماتش قلت سلوة صح و جبنا جنف الدقيقة خمسة وتسعين كملت في البطولة عشان تاخدها فبطولة كلها معاناة والناس تقول لك قص الفرق وحش قص بشعر يا جماعة انتو مش واخدين بالكم من حاجة النادي الزمالك بيلعب بتيم عنده نواقص كتير قوي عنده مشاكل فنية كتير قوي عنده حجم مشاكل كل يوم اقاف خيد كل يوم مش عارف وكمان مجلس جديد مدير فن جديد كمان بعض اللعيبة جديد لسه عايزين وقت عشان يقولوا احنا هنا في نادي الزمالك انا اكاد امزم ان في لعيبة النهاردة وهي بتستلم الماداليا خايفة تقولتلي اه تقولتلي شفت حد كان قلقان وهو بيخد كان قلقان وهو بيخد الماداليا من شكل المدرج وشكل الجمهور وشكل يا كريم الموضوع مش سهل انك تعرف تفرح سبعين ثمانين الف متفرج غير طب اقولك على حاجة حاجة مبارح رحت لحد عداء مجلس الإدارة واحد عزيز علي قوي 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 وده اول مرة طلب من عيده مجلس الإدارة هيموت ويحضر ماتش في الاستاذ عنده هواس غير طبيعي فكلمت احد عداء مجلس الإدارة القريبين مني جدا الناس المحترمة رحت له لو سمحت انا عايز كذا قال لي بس كده عني طلع لي تذكرتين فياي بي ادتهم للشخص ده قال لي كلمة قال لي انا مش ميصدق ان عدد الزمالكواب الحجم ده انا مطلوب مني مطلوب مني عدد دعوات تعدى التلاتين اربعين مليون لما كل دول زم الكوية ومال في ايه وكلهم عايزين يروحوا الاستاذ الله ينور عليك موضوع صعب جدا ان الناس عايزة تفرح الجمهور الزمالكة عايزة يفرح على فكرة انا مش بعيد ارقام عشان بس الناس برضو ما تفهمش تربطوا انت اهو تلاتين اربعين لا ومش تلاتين اربعين يعني عيد يا جماعة احنا ما بنعدش ارقام اه يعني عشان بس الناس ما تاخدش الكلام ايه لان في ناس بتاخد الكلام اصلا بيقول كذا لا يا جماعة احنا بنتكلم يعني ايه على سبيل المثال عجم بشر عايز انا عرفت ان كريم رمزي نفسه راجل مالوش في الراجل بيحب مصر وبيحب الكرة في مصر انت الطلب منك دعوة كتير جدا يا انهرب يد يا انا كنت اقربت اخش شكت يا جماعة والله والله ما معايا تذاكر اقسم بالله وبعدين ايه كل يوم اقول يا جماعة التذاكر خلصت اكلم حد مثلا يقول لي اه ده التذاكر خلصت بجد خلصت اه خلصت النهاردة بالمناسبة يعني التعليقات حتى على الله هي حاجة تدايق وتفرح في ناس كتير تقولك انا معايا تذاكر ومش عارف اقعد كمان انا مش لاقي مكان الاستاذ النهاردة مليان اكتر كمان من عدد التذاكر عشان كده عايزة اقولك ايه دي بطولة الجماهير صح